بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله وسلم عليه رحمة للعالمين ومن كمال رحمة الله ومن كمال رحمة سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه أن نبينا صلى الله وسلم عليه ما ترك بابا في الخير إلا وأمرنا به وما ترك شيئا من الشر إلا وحذرنا منه ومن هذه الأمور التي حذرنا منها صلى الله وسلم عليه قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا من غشنا فليس منا ليس متبعا لمنهج النبي صلى الله وسلم عليه بل الغش واحد من أنواع الأزة لذلك المتأمل في سير العلماء وفي فعل العلماء يدرك أن الإمام النووي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتابه الماتع في كتاب رياض الصالحين يبدأ الإمام البخاري باب النهي عن الغش والخداع بآية عظيمة وهي إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وكأن الإمام يقول لنا بأن الغش يندرك تحت هذه الآية وأنه من الإزاء لذلك قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا تضيق عمل من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلي على حضرة النبي صلى الله وسلم عليه يمر النبي صلى الله وسلم عليه على صبرة طعام راجل وضع الطعام أمامه بيبيع للناس فأدخل النبي صلى الله وسلم عليه أصابعه ويده الشريفة فأصابتها بلل فقال له النبي ما هذا يا صاحب الطعام ما هذا البلل الذي في الطعام فقال الرجل السماء من الممكن أن تكون السماء أصابته يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فلما لم تجعله في الأعلى حتى يراه الناس من غشنا فليس منا الغش مفهوم واسع بيدخل في كثير من المجالات بعض الناس تحصر وتقتصر وتقول أن الغش في الامتحانات بس لا الغش في الامتحانات الغش في المعاملات أيوة حبيبك سيدنا النبي صلى الله وسلم عليه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما طب لو ما صدقوش لو كدهم لو غشهم لو خدعهم وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما بعض الناس يقول ما فيش بركة يبقالح محتاجين صدق في المعاملة محتاجين أن احنا نبعد عن الغش محتاجين أن احنا نتمسك بالمنهج النبوي الشريف ما نغشنا فليس منا فعليك بالصدق في البيع وفي الشراء بالسماحة عليك أن تبتعد عن الغش في الامتحانات بعض الطلاب بتغير المفاهيم وبتقول لنا ما نغششنا فهو حبيبنا لا أنت كده بتخالف منهج النبي صلى الله وسلم عليه النبي قال من غشنا فليس منا ابتعد عن الغش ليه لأنك مسؤول وربنا سبحانه وتعالى كما أوحى لنبيه صلى الله وسلم عليه وكما قال لنا صلى الله وسلم عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الغش زي ما بيكون في الامتحانات بيكون في المعاملات كمان بيكون في النصيحة لو واحد جالك يسألك عن نصيحة أخلص في النصيحة ولا تغش ولا تخدع هذا سيدنا جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه صحبي جليل من صحابات النبي صلى الله وسلم عليه يأمر غلامه أن يذهب إلى السوق ليشتري له فرصا فيذهب الغلام ويشتري فرصا بسلاسمائة درهم تلتمي الدرهم فيأتي الرجل البائع من أجل أن يأخذ المبلغ من سيدنا جرير ابن عبد الله فقال له سيدنا جرير بكم بعت هذا الفرص قال له بثلتميت درهم فقال له بل فرصك يستحق أكتر من هذا المبلغ خذه أو بيعه بخمسمائة درهم أو بيعه بثمنمائة درهم يتعجب الرجل البائع زي ما تعجب الغلام المهم الرجل خد فلوسه ومشي الغلام يقول لسيدنا جرير أبائع أنت أم مشتري يا إمام فقال له لقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم فانظروا عباد الله إلى أي مدى كان صحابة النبي صلى الله وسلم عليه نعم هم خايفين من غشنا فليس منا لذلك يتمسكون بالأعمال الصالحة الغش عايزين نشيله من قلوبنا ومن حياتنا ومن أسوأنا ومن معاملتنا وكمان من بيوتنا عايزين تكون في علاقة طيبة بين الناس ونحفظ من غشنا فليس منا ونتمسك بالصدق فإن نبينا أمرنا به فقال عليكم بالصدق إلزموا الصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعلنا من الذين يقولون فيفعلون ويفعلون فيخلصون ويخلصون فتتقبل منهم يا مولانا يا كريم وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وصلى الله وسلم على سيدنا النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين